أرحب الأستاذ الحلوية الصّباحية، أرحب يا أخوة أنتُ وأتشوف أرحبوا، أستاذ أحمد اين نحبتم أهلا أستاذ أحمد مارحبا، مارحبا السلام ورحمة الله مارحبا 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 الهي أيها نحيها خبّل هيت من نحيها من نحيها بالله يلا خيئك تهلا وسهلا مرحبا يا منشا ما أحد يلا حيوك يلا حيوك يلا حيوك يلا حقيوك يلا ايمان الله يحييك بسم الله نرحب بسوك وجميع عمسون الشواب الأستاذ محمد صبيحي نرحب مدير العلاقات في شركة غداوية الطاقات نعم حياكم الله طبعا الشركة مختصة في صناعة المواد الغذائية ومن ضمنها طبعا مكملات غذائية صحيح؟ مكملات غذائية مكملات غذائية مهم مواد غذائية منعونة مكملات غذائية وطبعا هذا من منتجاتكم صحيح نعم صحيح حدثنا عن هذا المشروب الجميل الرائع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقبل الله الصيام والقيام والمشاهدين والحضور مساكم الله بالخير الله يحييكم جميعا الله يرضى عليكم نحن نتكلم الآن شركة رد أن دبلون نتكلم عنها باختصار جديد جدا بعد ما حصل في العالم من جائحة كورونا تجهت الناس إلى الطب أو عفوا إلى رفع البحث عن رفع كفاءة الجهاز المناعي داخل الجسم الآن صارت رؤية شركة رد أن دبلو البحث عن شيء يستهلك بسهولة يوميا للمجتمع والمستهلكين والناس فصار الهدف الآن تحويل موضوع الفيتامينات والألياف الطبيعية إلى شيء مشروب سهل يومي للمستهلك الكل صار يبحث لا يخفى عليكم هذا الكلام الآن الصغير والكبير حتى كبار السن الله يحفظهم يطول بأعمارهم جميعا يبحث عن شيء صار الخوف جاح في الكل كل خايف فصار يبحث عن شيء طبيعي شيء يرفع المناعة لا يوجد أي سلبيات غذائية لا يوجد أي سلبيات من التناول أو الكثرة منه فصارت رؤية الشركة رد أن دبلو والبحث والدراسات مع كبار الشركات الأوروبية في ألمانيا وفي تركيا وبلدان أخرى والحمد لله تم توفيق من الله جل وعلا في فكرة هذا المشروب مكونات المشروب؟ المكونات المشروب هذا يحتوي عن عدة فيتامينات فيتامين بي 1 بي 2 بي 6 بي 12 فيتامين سي فيتامين دي هذا كل ياته الآن مع نتكلم عنه اللي هو تم إضافة عدة نباتات رئيسية اللي نسميها مضادة للأكسدة كل العالم الآن يبحث عن مواد طبيعية مضادة للأكسدة ما يعني كلمة أكسدة؟ الخلية داخل الجسم فيها تلف أو يهاجمها فيروس معين فالآن عندما تشرب مضادة للأكسدة أنت تعيد بناء الخلية ترفع المناعة هذا الشيء اللي يسموه رفع المناعة اللي يسموه مضادة للأكسدة الآن أضفنا له نبتة الزنجبيل ولا يخفى عليكم نبتة الزنجبيل لا يخفى عليكم هي خصيصا سبحان الله اللي يتناولونها أغلبهم وطبعا بيع توصية أطباء القلب يساعد مساعدة كلية في مرضى القلب والشرايين وحرق الدهون الضارة فيها نبتة الجنسينج نبتة الجنسينج هي مادة رئيسية يا أخوان في رفع كفاءة الدورة الدموية داخل الجسم ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات الموجودة وبترفع على رفع كفاءة الجهاز المناعي بقوة الضغف الدورة الدموية وزيادة الطاقة طبعا والشيء الأخير اللي هو حبة البركة يقول الرسول شفاء من كل داء صلى الله عليه وسلم عن حبة البركة فهذا التجانس كله سويناه محلة بالعسل الطبيعي محلة بالعسل الطبيعي ابتعدنا كل الإبتعاد عن موضوع النكهات الصناعية يا سلام عن المواد الحافظة هذا الحاشبين هدي ابتعدنا أنت تكلم عن مشروب طبيعي كيف تحط عليه مواد حافظة ما يضبط مناسب للكبار والصغار مناسب للكبار والصغار وآمن للحوامل والمرضى حتى مناسب بنسب معينة لمرضى السكري التجارب طبعا نتكلم لا يخفى عليكم الآن حاجة الجسم اليومية من الفيتامينات والمعادن لرفع الكفاءة المناعة الجسدية هذا المشروب لو أخذت باليوم حبة مناسب جدا برفع كفاءة جهاز المناعي داخل الجسم مشروب الذهب طبعا نتكلم عنه ذهب لأنه ذهب فعلا لأنك إذا دخلت إنتل هايبر ماركت ولا أي مكان تسوق تبغى تشرب شيء مفيد فعليا والله فعلا الأطفال عندنا بهذه لونة يأخذون مشروبات فيها اللي يقولون ترفع الطاقة واللي يقولون مغير موية هو لون وسكر فعلا يعني شيئا خربوا الدنيا صحيح وفعلا تبغى تشرب زنجبيل ما يستصيغه تبغى تنطيع حبة سوداء ما يبراه يقول ما يبراه تبغى تنطيع عسل فالآن جزائكم على الخير والله دم يشتوا كل شيء يحتاجه للأطفال هي مشروب مستصاغة للطعم وعلى قولهم برد على قلبك وحج مناسب ومفيد من الطبيعة أزيدك من الشعر بيت الآن بفضل الله جل وعلا زاوية الطاقات شركة زاوية الطاقات بعد العيد بإذن المولى تعالى عندنا عدة منتجات لكافة أعمار المجتمع من النساء في مشروب خاص للكولوجين والأمور هذه لا تخفى عليكم وفي عصير خاص للأطفال محلة بالعسل والمولتي فيتامين للأطفال مخصوص محلة بالعسل كل جميع منتجاتنا خالية من السكر خالية من المواد الحافظة خالية من النكهات الصناعية ومحلة بالعسل الطبيعي طبعا كل شخص في مجتمعنا يحرص على ابنه يكون مثلا جسمه يعني بحيث ينمو طريقة صحيحة يكون صحي ترفع كفاءة الجهاز المناعي في جسم الطفل حتى المرأة الحامل حتى المرضع مناسب إلها بكميات معينة وراء كلامك السيد محمد السنة المنتجات وكذا الشركة كعمرها في سوق الشركة الفضل لله جل وعلا الفكرة أتت بعد جائحة كورونا بلشنا أبحاث مع الشركات الأوروبية والمصانع المختصة مع مهندسيين ومع دكاترة وأطبة وتم اختزال هذا المشروب والطعم والتذوق وأنا أدعو جميع المشاهدين إلى تجربته جربه الحياة تجربه يعني ما هو القضية أنه شغل بزنسه مش بزنس لا نهائيا الموضوع ليس بزنس وليس تجارة الموضوع مشروب ذهب جميع الفيتامينات كيف هو برزيقة؟ ورفع المكانة وع تحدي نتكلم في تحدي طعم برزيقة قرش فطه ماشاء الله يا مال الهانا إن شاء الله يا مال الهانا إن شاء الله كيف صمدوا صدق عطمة نحينا نجربه صمدوا بيجرب بدون مجاملة صمدوا ما يجامل لا هو طعمة صراحة وشي بعلمك شيء يعني طعمة جميل وذاني شيء أنك لو شربت واحد يعني حبة البركة وزنجبيل مع شوية جنسك بعطي ممكن لكن تجانس مع الفيتامينات الموجودة جنسك برزيقة جنسك وشي خلا فيه بندر صح؟ أقول لك شارب اثنين منها فيه فواكه والله العظم يعني فيه فواكه مولتي فيتامين ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة مورطيب الغازات فيه غازات ما فيه غازات خالي من الغازات نحن ندور الشيء الطبيعي الشيء اللي يرفع كفاءة الجهاز المناعي في الجسم أنت تدور عفونا الله وإياكم الآن فيه ناس كثير عندها أمراض بكتيرية فيروسية أمراض السلطانات عفونا الله وإياكم والمشاهدين هذا يقضي قضاء كله على الخلية الميتة داخل الجسم والخلية التعباني في الجسم يحاول يسوي لها أبديت يعالجها أنت راح تلاحظ على نفسك كمريض مثلا أنه بعد فترة تستصح في نشاط والله يسلام أحمد أنا بعد كلامك هذا أحسني إذا شربته بطير أشكرا فعلا راح تطير ما إن شاء الله التجربة يخير بروه يعني عيشتنا داخل العلبة ما حنا ما حنا الآن بر العلبة حنا داخل القرارة لو با أخذني كم من كرتون منها وإن لا ماكن كم سعدة؟ متوفر السعر مفاجأة خلي المشاهد ينزل على السوق وشوف مفاجأة السعر لأنه فيه متناول الجميع يبحث عنه طيب موجود في السبر ماركيز موجود في لقات البيع وين؟ لقات البيع في الدانوب في النخلة في هنقر ستيشن في الموقع الخاص لرد أن دبلو شركة زاوية الطاقات بإمكانك أنك تطلب ويصل لها عند بيتك بدون أي مشاكل الجنسج هذه وشي؟ نبتة الجنسج يقوله بو عبدالله شيء معرك ينطقها جنسج معروفة الآن وش النبتة هذه حدثنا عنها؟ هذه نبتة طال عمرك هذه نبتة طال عمرك عملها الرئيسي رفع كفاءة الدورة الدموية في الجسم وهذا الشيء أنت لما يكون عندك شيء ماشي يعني يقتل أي شيء بطريقه إن كان بكتيري وهي مضادات من مضادات الأكسادة وتحتوي على قتل الفيروسات داخل الجسم الجنسج لا تخفى على كثير من المشاهدين يعني بعد جائحة كورونا صار الجمع يبحث عنه فوائد الزنجبيل فوائد الجنسج فوائد حبة البركة هذا الكلام كل من يبغى يرفع مناعة كل من يبغى يرفع المناعة أرجى قبل الفتح خفيف يعني لو قلبت مو بغازي هو هو ليس غازي أبدا نهائيا اكتفيت كذا تمام كذا حركت وانت تمام يا سلام وأحسن ما فيه حب سوداء عسل زنجبيل يعني اجتمعت كلها في مشروب ودي و بارد و بالصحة والعافية و بارد هذا العرق هذا طبعا كبار السن والشبال الله يطول بعمارهم آمين ممتاز لأن أغلب المضادات الأكسادة الموجودة معنا في هذا الفيتامين في هذا عفوا المشروب هذا الزهايمر يحارب الزهايمر يحارب الخرف الاعتلال العصبي يحارب أغلبها موجودة الفيتامينات الموجودة خاصة فيتامين دي خاصة العظام اللي عندهم مثلا هشاشة عظام فيتامين دي يغذي والله أنا كما قصرتك بيضل واجهك أستاذ محمد وإياك نشرنا فيكم وفي هذا المشروب الجميل الرائع وأنا اسمحوا لي أنا بقش دالليل بقش وصامدوا بقش لازم شانطة فاضل شوف هاداك شوف هاداك شوف هاداك اللي فوق كله قرب الديان لا قرب الديانة الديانة عاطل الترينة يا ولد لا جلزل يا ولد عاطل الترينة يا مال الهنة طبعا صامدوا اسلم لعذوا المشتراجين انسمحة الاستاذ حافظ